سنقرأ للبرج الرائع جداً المليء بالطاقة الإيجابية لديه ميزات رائعة وخصوصاً أنه خليط من جميع الأبراج بهذا الموضوع كسب قدرات رائعة جداً ومن أهمها القدرات الروحانية أكيد أنا أحكي عن مولود برج الحوت موليده من 19 إشباط إلى 20 آذار هؤلاء الأصحاب البرج الرائع جداً برج الحوت إن شاء الله سيبتسم لك الحظ على جميع الأصعدة ورح تقدر تحقق كل الأهداف والطموحات التي تسبوا إليها بالفترات القادمة وخصوصاً عطيبة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين أتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جداً تفعل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى نبدأ بسحب الكروت يا أصدقائي بسم الله إن شاء الله سيكون شهر خمسة مايو 2021 مليء بالأمور الإيجابية والأحداث الرائعة هناك بعض التغيرات المهنية والمالية هناك شخص من الأبراج النارية تزداد روحانيته ما بدأ نستبقى الأحداث يا أصدقائي لننتظر تأخر للسحب الكروت وإن شاء الله سأقرأها بالتفاصيل ورقة ورقة طبعاً للتواصل يا أصدقائي على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق البصر ومراتاً بكتبها مراتاً بكتب الهاتف دعيده مرتين زي ما حكيت لك يا أصدقائي بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً وتوقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا فيه مشكلة أو موضوع معين أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وإن شاء الله بنلاقي لها حل دائماً يا أصدقائي لكل لداء فيه بإذن الله الدواء لنبدأ يا أصدقائي ونرى شو مخبالكو بشهر 5 مايو 2023 ستتمتع بروحانية داخلية رائعة جداً ستساعدك في اجتياز العقبات والعراقيل وأيضاً ستكشف الأشخاص اللي حولك اللي حاطين أقنعة مزيفة أمامك بضحكوا وبخلفك بحاولوا تشويه سمعتك وكالسككين بكونوا في الظهر ما رح تتردد أنك تأخذ فيهم قرار نهائي أنك تفصل علاقتك عنهم وتبطل تحكي معهم قطعياً وقرارك صحيح وبمحله لأنه ما بيجيبه لك غير الطاقة السلبية هناك ارتفاع في الدخل المادي وخصوصاً أنه في فرص رائعة جداً لمولود ورج الحوت من أهم هذه الفرص ستكون بالأعمال المشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين وأعمال خاصة هناك بعض المشاريع التي تدور في رأسك وإن تدرستها جيداً من جميع النواحي وظل عليك التنفيذ العملي بس أعباء الحياة وزائد لها تزداد عليك النفقات والمصاريف أيضاً من ناحية والمسؤوليات فتخليك ما تقدر تنفذ هذه المشاريع على أرض الواقع لا تتردد إنك تحكي كل هذه المشاريع للأشخاص اللي من حولك وخصوصاً أفراد العائلة والأصدقاء المقربين ستلاحظ إنهم سينعجبوا بهذه الأفكار وسيحاولوا يكونوا معك شراكة ستعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد في الأمور الصحية للأسف الشديد هناك تراجع وتشعر في بعض الآلام الغير اعتيادية في المفاصل وفي الرأس وأيضاً أسفل الظهر حاول إنك تغير أسلوبك بموضوع الصحة وخصوصاً إنك تجابر على حالك يعني دائماً بس لاحظة على حالك شعرت بآلام أو بأي إشي تحكي هسا شوي وبروح لحاله ما في إشي بروح لحاله كل شيء لازم يتعالج عشان ما يتثاقم ويزيد حاول أنك تخلي أمورك الصحية من أهم أولوياتك ولا تدحى آخر الأولويات بلاش لا تندم بالفترات القادمة وإن شاء الله الله يبعد عنك كل شر أو كل مقروه بإذن الله تعالى ستنجح بإثبات جدارتك أمام الأشخاص اللي من حولك وخصوصا ستشعر في قوة الحظ تدعمك وستلاحظ أنه في أشخاص صاروا يتقربوا منك ويحاولوا أنهم يجددوا صداقتهم معك من أول وجديد بهدف منحهم الطاقة الإيجابية أو دعمك لهم هناك خلافات بينك وبين الحبيب سيكون أغلب هذه الخلافات بسبب أحد الأشخاص سيكون طرف ثالث سيزرع الفتنة والتفرقة بينك وبينه وأيضا ما رح يتوانى أنه يعمل أمور ما خلف الطبيعة مثل السحرية والأعمال السفلية وأشياء من هذا القبيل خذ حذرك من هذا الشخص لأنه سيء جدا وسيدمر كل إشيء بنيته أما المتزوجون سيكون شهر رائعا جدا مليء بالتفاهم والطاقة الإيجابية وستنجح أنك تتفاهم على كل الأمور المعلقة بينك وبين الشريك ورح تكون ثنائي رائع جدا بإذن الله تعالى تعالى وستطلقوا العديد من الزيارات من الأقارب وفراد العائلة وأيضا تطلقوا دعوات رائعة جدا إلى مناسبات سعيدة هناك مناسبة حفل زفاف لحد الأشخاص المقربين لديك ممكن يكون لأفراد العائلة أو لأصدقاء المقربين جدا استقن بهذه المناسبة رائع جدا ملفت الانتباه إليك ذكي متحدث رائع عيونك فيهم بريق رائع جدا تجذب الأشخاص اللي حولك إليك الله يحماك بحمايته لأنه فيه أشخاص كثيرة رح ينظروا إليك نظرة الغير والحسد ويحاولوا إعاقة تقدمك بس دائما يا صديقي أنت تريد وأنا هريد والله عز وجل يفعل ما يريد نكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث بإذن الله ستكون معك بالفترات القادمة يبتسم الحظ للأشخاص المنفصلون والعازقون ستلتقي بشخص ترتاح لصحبته استعرف عليه في الصدفة يا بالسفرات القصيرة يا إما على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب هذا الشخص سيقوم للأبراج النارية سيتحدث معك بأمور رائعة جدا تثير اهتمامك وفضولك وترتاح لحديثه وهو أيضا يرتاح لحديثك سيحاول التقرب منك بهدف أن يكون معك علاقة عاطفية بالفترات القادمة سيعترف لك بإعجابه وحبه إلك بالأسبوع الثالث من شهر 5 مايو 2003 وعشرين حاول أنك لا تأخذ قرار بشكل سريع جدا رغم أنك انعجبت بهذا الشخص عشان ما يحدث أي خيبة آمال معك مثل ما حدث مع الأشخاص اللي في السابق وعانيت من هذا الموضوع وأيضا فخط الثقة في الآخرين الله أكبر الله أكبر العزة لله خلينا نستمع للأذان يا أصدقائي وبعديها بنكمل لنكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون معكم بإذن الله تعالى بسم الله هناك ميول لتربط الحيوانات الأليفة مثل القطط أو الكلاب أو الطيور ستكون قادر أنك تفهم على هذه الحيوانات بدون ما يكون فيه حكي بيناتكو مثل أنه إذا النجعان ستعرف له أو إذا عطشان أو حاب يطلع بالهواء الطلق بالشمس هذا التعاد من أحد الروحانيات الرائعة جدا ودليل على قلبك الصافي والأبيض واللي لا يحمل الضغينة لأي شخص في العالم ستجني ثمار تعبك ستشعر في قوة الحظ تدعمك وخصوصا أنك رح تقم بأعمالك الرئيسية العمل اللي قائم عليه بطريقة رائعة جدا ومميزة ستلفت انتباه رؤسائك في العمل إليك احذر من بعض الزملاء رح ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد ورح يحاولوا يشوهوا سمعتك أمام رؤسائك في العمل لكن صفحتك ناصعة البياض ستكون أقوى من مخططاتهم الفاشلة فرصة متاحة أيضا إذا عندك أي مطلب مثل سلفة أو إجازة وإذا كان فيه ترقيات بالفترات القادمة بإذن الله سيكون اسمك من أول الأسامي لنقمل يا أصدقائي بسم الله هناك ذهاب إلى رحلة ترفيهية وانت بحاجة لهذا الموضوع وخصوصا الفترة الماضية كانت ما فيها أمور ترفيهية مليئة في الأعمال الإضافية وعملك الأساسي وأيضا تعرضت لبعض المراجعات الطبية فأنت بحاجة أنك تكسر الروتين اليومي تبعك علشان تقدر تأخذ طاقة إيجابية وخصوصا مولود برج الحوت الروتين نفسه اليومي بفوته بالاكتئاب وأيضا بحس حاله يعني ما له نفس يحكي مع أي شخص من حوله فهذه الرحلة الترفيهية ستكون مع الأشخاص المقربين من حولك مثل الأصدقاء المقربين أو ممكن أفراد العائلة وستكون رحلة رائعة جدا مليئة بالأحداث السعيدة حاول قدر المستطاع أنه في مشاكل عندك مش ما ياخذ فيها قرارات جدرية معلقة تقدر تستشير هذا الأشخاص وإذن الله تعالى ما رح يبخالوا عليك بالنصيحة اللي رح تدفع مصالحك إلى الأمام بسم الله في الأمور الدراسية رح تبلي بلاء حسن ورح تحقق نتائج أكثر من ما تتوقع وستشعر بثقة النفس الزائدة بستطلقى اتصالات من أفراد العائلة مليئة بالحيوية وأيضا الكلمات الرائعة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام خليك مثابر لأنك أنت بالاتجاه الصحيح رغم بعض الأشخاص من الزملاء رح يضيعوا وقتك في الأمور الترفيهية أما مش قائمون عملهم ويبحثوا عن فرصة عمل جديدة حاول قدر المستطاع لا تبحث عن فرصة تعمل أنت لديك قدرة رائعة جدا أنك تصنع الفرصة أنا الآن وأنا أحكي معك عارف أنه في أفكار رائعة جدا بسيطة رح تعود إليك بالنفع وبالدخل المادي الجيد لا تتردد وأيضا التزم أهم إشي الالتزام اعمل خطة والتزم فيها ورح تلاحظ أنه النجاح سيكون حليفك ورح تحقق نتائج رائعة جدا تعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي من كل قلبي لأنك أشخاص رائعين جدا وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر